جاءنا بيان مهم جدا وده الإيجابية الحقيقة احنا بنشتكت دايما وابدا من هزا الممارسات الخطأة جدا بنشكوا من هزا الانفلات الشديد جدا في التحريض المباشر لانه بعد المباراة الاهل بيلعب مع الترجي طب الاهل بيلعب مع الترجي والاتنين بيتنفسوا اطراف اخرى دخلت على خط الازمة واشعلت فيها فتيل النار بشكل ما هواش مفهوم هي ايه علاقتها و ايه مصلحيتها لكن علاقتها اعاقة الاهل علاقتها تعكير الاجواء لكن لما الامر يصل الى مرحلة ان يفضي هذا الانفلات الاعلامي الواضح جدا والغريب جدا والفاج جدا الى تهديد الارواح بشكل غير مسؤول صحيح نكون امام بلاغ للنائب العام اخذ خطواته الاولى في الناحية القانونية استقدم السيد المستشار معالي النائب العام المصر تحية اجلال وتقدير مقدمه لسيادتكم المواطن محمد سيد عبدالله المحامي بالاستيناف العالي ومجلس الدولة وشهرته محمد رشوان المحامي ضد كل منه الاعلامي هشام الخالصي مقدم برامج رياضية بقناة بي انسبورت الاعلامي او الصحفي عالي السيسي السيد رضا عبدالعال الاعلامي احمد جمال واخرين من اصحاب الصفحات اللي خاصة بيهم على صفحات او على الفيسبوك وعلى تويتر وبيقول البيان البلاغ اللي قدم لمعالي النائب العام ويحمل رقم عوارض النائب العام رقم 12.797 على 2018 انه بتاريخ الجمعة الموافق 2.11 وقيمة مباراة ثم يحكي عن ما حدث من هذه الوسائل الاعلامية وبيقول مقدم البلاغ للنائب العام ان هذا البلاغ مرفق طيه حافظت مستندات كاملة طويت على محتوى افعال المشكو في حقهم بمواقع التواصل الاجتماعي والبرامج المختلف وبناء عليه وحيث تمر الدولة المصرية بمرحلة دقيقة تحتاج الى الحزم من سيادتكم في تطبيق القانون فان مقدمه يلتمس ويستغيث بكم حماية للارواح من شباب مصر التي لم تبرأوا بعد من جرح شهداء كرة القدم الابرياء في الملاعب وتطبيقا لاحكام القانون لتمس التحقيق في الوقائع المسندة للمشكو في حقهم واستجوابهم وتكليف الجهات الشراطية باجراء التحريات اللازمة عن الواقع واحالة المشكو في حقهم الى محاكمة جنائية تحقق العد ده البلاغ اللي قدم للنائب العام ضد عدد كبير جدا من هؤلاء المنفلتين اللي مرسوا الكثير من افعال التحريض افعال الاساءة للنادي الاهلي افعال بث الكراهية ونشر التعصب بين الجماهير المصرية والتونسية وتهيئة المسرح الرياضي لاستقبال لا قدر الله ما لا تحمد عقبا بهذا الشكل الايجابة نظر ان هذه المبادرة هي مبادرة موضوعية مبادرة جاءت في وقتها يجب ان يبنى عليها الكثير من المبادرات ويجب ان لا تكون مواجهة الى النائب العام فقط ولكن الى المجلس الاعلى للإعلام اللي لازم يشوف احنا وصلنا الى اي مستوى الناس بتتوقف مرة واثنين وترجع تكرر تكرر نفس الزعم ونفس التحريض ونفس التزييف الحقيقة يا جماعة الموضوع جد خطير احنا مش هننتظر اما يحصل كوارث قدامنا الجناه هم المحردين هم ايه اللي يفرق بين دول وبين الذين يحرضون على الارهاب اقصاز ابراهيم اللي اتنين بيسعوا الى قتل الابرياء ولا يعني كيف نفرق ده فيه كلام هنا بيقول كراروا مسباحة بورسعيد جاين لكم وفيه واحد بيقول لك ياريت عندي تذكرة روحوا شارك فازين مسباحة طيب